المناسبة لحد لعبي الكاميرون الكاميرون تستبعد مهاجمها بسبب الخطر على حياته والتماس للكاف لاستبداله اتحاد الكاميروني لكرة القدم بيعلن رسميا استبعاد جويل تجوي مهاجم الفريق من قائمة الثلاثة عشر لعب المشاركة في بطولة الأمم أفريكية 2019 في مصر بسبب الخطر على حياته وبيان اتحاد الكاميروني قال ان تقرير طبي للعب أثبت وجود خللا في الشريان التاجي ربنا رب يشفيه وعافية رب بالقلب فبالتالي المهاجم معرض للخطر وحياته معارضة للخطر في حالة مشاركته في المبارات أو في حالة عمل مجهود زائد وطبيعي كرة تبعيزة مجهود كبير جدا فبالتالي اتحاد الكاميروني بيحاول ان هو يدي التماس او بيبعت التماس لاتحاد الأفريكي باستبدال هذا اللاعب ويحل محله لعب كاميروني آخر والتقارير كلها أثبتت ان اللاعب كان بيشتكي او كان عنده مشكلة في الشريان يتاجي بالقلب فانتمنى له ان شاء الله ألف ألف مليون سلامة